إذن أدوات الفوضى الهلاكة هي التي تريد الآن تستهدف الجيش الوطني من هم أدوات الفوضى الهلاكة في الجزائر؟ أدوات الفوضى الهلاكة في الجزائر هم أولاً جماعة الإخوة حتى وإن ادعوا وعندهم أحزاب سياسية وأنهم يعملوا في إطار القانون وكذا كذا يبقوا دائماً أدوات الفوضى الهلاكة ولو سقط الجيش الوطني الشعبي في المرحلة السابقة لوجدت عبد الرزاق مقري يعانق واحد من جماعة رشاد وغيره لا عانقه لأنهم نفس الأديولوجية ونفس المشروع الذي يخدمه كل واحد يخدمه من زاوية واحد زاوية وحزب معتمد ينشط في إطار الاعتماد حتى يجد حريته في النشاط في الداخل الجزائري وتجريد الجزائرية وحزب وجماعة أخرى سمت نفسها حركة تعمل خارج القانون وتعمل في الخارج ومباح لها أن تقول ما تريد لأنها ليست تحت طائلة القانون وبعد ذلك من يحقق الهدف ومن ينجح فالهدف واحد هو إسقاط الدولة الجزائرية وتحقيق أهداف الفوضى الهلاكة إذن جماعات أيضا أدوة بقايا دائما نسميهم بقايا عن طرزوابري الذين كانوا بالبارحة يدافعون عن جرائم عن طرزوابري بطرق غير مباشرة مثلا تحت بسمى من يقتل من بعد اليوم صاروا يحملون شعارات الدولة المدنية والحل السلم أنت البارحة كنت تدافع على عن طرزوابري وتحمل جرائم عن طرزوابري التي ارتكبها والمجازر التي ارتكبها كنت تحملها للجيش نذكر مثلا مجزرة بن طلحة مجزرة بن طلحة التي ارتكبها عن طرزوابري انتقاما من عوائل جماعة أخرى مسلحة أخرى قتلت عملت كمين إلى كتيبة تاب عليها أو فصيلة فقتلتهم فذهبوا وانتقموا من عوائلهم حتى الناس يقول كيف هؤلاء أغلبية أو الأبنائهم في الجبال كيف تأتي أكبر دليل على أن الجيش هو اللي قتلهم أنهم أبنائهم في الجبال لا حقيقة أبنائهم بعضهم حتى لا نعمم فيهم كثير راحوا المنطقة هذه فيها ناس سوقتلوا بطريقة عشوائية راحوا فيها كثير من الضحايا الأبرياء بلا أنها شك حتى الناس حتى عوالي عنده ابنه في الجبل اللي هو أمدا يجالس في بيته ويقتل هو بريء طبعا نحن لا ندين هذا ولكن هذا الإرهاب عن طرزوابري انتقم من هؤلاء نكاية في تنظيم آخر ينافسه على السيطرة السيطرة والهيمنة وعلى التنظيمات الإرهابي هناك أيضا الحلف الصفوي الحلف الصفوي هذه الرؤوس الكبيرة عندنا الحلف الاستعماري عندنا الحلف الفوضى الهلاكة عندنا الحلف الصهيوني الحلف الصهيوني الذي حاقد على كل جيش ولا يريد أي دولة عندها جيش قوي في العالم العربي وفي المنطقة حتى يبقى دائما الجيش الصهيوني هو القوي هناك أيضا أيضا كما قلت الحلف الصفوي فيه في إيران فيه تركيا فيه قطر وفيهم الأدوات الأخرى ما يحدث هذه هي أدوات صغيرة في رؤوس كبيرة تحالفت إيران وقطر وتركيا في إطار مع حلف الفوضى الهلاكة تحت مسمى الربيع العربي مستغلين مطالب الشعوب التي فيها كثير من المطالب المشروعة بلا أدنى شك وفيها أيضا وأيضا ساعدهم استبداد بعض الحكومات وبعض الأنظمة وفسادها ساعد هذه الأدوات أن تتحرك أفضل حل لمواجهة هذه المشاريع هي بناء دولة عادلة ذات قضاء مستقل وذات حكم راشد هذا هو الحل الوحيد يدعى الأقل لتقلل حتى أو لتطهر ساحتك الداخلية من المنافذ التي يدخلون منها أما أنها ستتوقف هذه الهجمات وهذا الاستهداف فلن يتوقف أبدا هناك أيضا المخزن المغربي المخزن المغربي عامل وما زال يعمل للانتقام من الجيش الجزائري دعم الجيش الجزائري القضية الصحراوية والجزائر بصفة عامة دعم القضية الصحراوية حرب الرمال ما حدث فيه مقالة واحدة مقالة عدة مرات أدت الصراع المغربي المخزني الجزائري على قضايا الحدود وما إلى ذلك فالمخزن المغربي كان يعمل كثيرا ضد الجيش الجزائري حيث المخز المغربي دعم جماعات إرهابية بطرق مختلفة يحاول إغراق الجزائر بالمخدرات والتي تستهدف الشباب عندما يخدر الشباب تستطيع استعماله في أي شيء حاول أيضا استعمال جزائريين في الخارج بطرق مختلفة كي يتحولوا إلى خناجر في جسد الجزائر ومن بينهم ويركز دائما على الضباط وأنا شخصيا تعرضت إلى هذا الأمر وألفت كتاب آبي الذي تشاهدون على الشاشة المخابرات المغربية وحروبها السرية على الجزائر وهو الذي تشاهدون في الصورة وعمل ضجة كبيرة وتعرضت إلى حملات لا تحسى ولا تعد من طرف الإعلام المخزني والمخابرات التابعة للمخزن المغربي المغربي لأنه وكشفت مخططاتهم كلها وكيف ومشيت المغرب وتغلغلت في الصحراء وإلى ذلك والقصة معروفة ليس المجال المؤكد أيضا أن المخزن المغربي يعمل من أجل الإساءة إلى الجيش الجزائري ومن أجل تشويهه ومن أجل المساعدة على إشعال حرب يكون طرفها الجيش الوطني الشعبي وأطرف أخرى من داخل الجزائر لا يهم أن تكون المهم أن تكون الحرب مشتعلة وكان رهانه في سقوط الدولة الجزائرية في التسعينات في تلك الحرب ولكن بفضل الله تعالى وبفضل الرجال الذين شمروا على سواعدهم تم إنقاذ الجزائر مما كانوا يحاكلها